مرحبا يعني فيه سؤال سألوها لأخت مرح البقاعي وجاوبت عليه ويه عم تقول بمناسبة اتصال وصلني الآن أحد زملاء يسأل فيه عن طبيعة الموقف الأمريكي للإدارة الجديدة في كل ما يدور وأقول للأسف الشديد إدارة بايدن في طور الانسحاب البطيء والمنظم من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط لتترك للقيادات العربية الحليفة مهمة إدارة هذه الملفات مع استمرار دعم واشنطن لما تتخذه القيادات العربية من قرارات هناك أولويات لواشنطن الآن في السياسة الخارجية وفي مقدمتها الصين وليس الشرق الأوسط واشنطن تنسحب من أطول حرب خارجية أفغانستان ومكتب سوريا في الخارجية الأمريكية لم يتشكل بشكل كامل حتى الآن هذه إشارة واضحة لنا عن توجه إدارة الديمقراطيين إدارة الديمقراطيين لذين يعتمدون عادة النفس الدبلوماسي الطويل إزارا لتغير الظروف إذن لابد لنا من العود إلى مرجعية الدول العربية الفاعلة والمؤسرة لحل مشاكلنا وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات ستحصل الإمارات قريبا على طائرات F-35 التي لم تسلمها واشنطن إلا لإسرائيل فهل هذا التوازن العسكري الجديد في المنطقة يعني لنا شيئا؟ وكيف سنستفيد من الظروف الإقليمية والدولية الجديدة لتحقيق أهداف شعبنا في التحرر السياسي والاجتماعي وضمان الاستقلال الاقتصادي هذا هو السؤال الملح طبعا أنا أبدي أعلق على الأخ مرح كصديقة وزميلة معنا بالمعارضة يعني في كثير من القضايا يعني فيها خلط مو صحيح بالسياسي أول شيء الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية هني حلفاء النظام السوري وأنا أخشى أنه يعني الطيرات الـ 35 تصير تشارك بقتل الشعب السوري أيضا بعد نعطوه مصاري ونفط وكذا ودعم دبلوماسي والآخري فالموضوع هذا موضوع أنه نحن نرجع للدول العربية حتى تعطينا تقدم وحرية وديمقراطية فهذا شفتوا الديمقراطية بمصر وشفتوها بالسعودية وشفتوها بالإمارات فثورة الشعب السوري ليه ثورة حرية وديمقراطية تتعارب بشكل مطلق مع أنظمة الدول اللي حكتنا هاي دي يعني في مفارقة غريبة عجيبة عندها ما عم حسن الفهمة إلا أنه يعني هي عادي بعيدة كتير أو أنه مثلا يعني عما تحكي كلام مش يعني مش مطابق للواقع ولا قريب منه حتى يعني ولا قريب منه حتى يعني حتى في عزدين ما كنا مخدوعين بموقف السعودية أيام المرحوم فيصل يعني يعني يبدو ما كان عم يكذب بس لكن يبدو ما كانوا صاحب القرار لكن الحقيقة ما أدموه النشيد سعودية بالعكس كل شيء أدموه بهدف التخريب السورة ألا مساعدات إنسانية وكذا والآخرية اللي هو قال له ليتها لم تزني ولم تتصدقي لو وقفوا جوج النظام وقفها صحيحة ما كان ججأت الناس ولا كان بحاجة لا لمساعدات إنسانية هذا الموضوع يعني بالأصل لو ما دعموا النظام وطلبوا منه يبقى لو بالألفين واثناش بعد حادث تفجير الأزمة وقال طلب بشار أسد اللجوء للسعودية قال له تفضل تعال ما كان صار هيك يعني قال له خليك لح ندعمك وعطوا لنا الجولاني فاللي بيبعث القاعدة إلى سوريا قطعا يعني هو لن يكون واللي بيدعم داعش واللي بيدعم كذا لن يكون يعني مساعد للشعب السوري في التحرر واللي بيدعم السلفيين واللي بيدعم التطرف واللي بيدرب فصائل ببعضها واللي بيطلب تسليم المناطق يعني 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 مراهنة على الدول العربية يعني نوع من أنواع السياسات اللي لازم يعني نحنا نفهمها بقى نصحة منها نطلع ونطلع منها نهائيا يعني هاي السياسات اتنين أمريكا مهتمة بالصين يعني ما بتهتم بغيرها يعني أمريكا بس تهتم بشغلة واحدة عند أيد واحدة بشغلة هاي مؤسسات دولة يعني لكل دولة إلى دائرة ولا كذا ولا سياسات لا تضعارض أثير ماما بالصين بأنها تهتم اتنين إسا أمريكا يعني بالشرق الأوسط تسلمت للدول العربية من ألكم هي قررت الضغط على هاي الدول العربية وانسحبت من هون لأتقول لهم نشيلوا حالكم نحملوا حالكم أنا ما بقى أدعمكم ولبقى أدعمكم وانتو جماعة ترتهكوا حقوق الإنسان وعم تخبف تعفسه وتخبصه بالمنطقة هذا اللي موقف الأمريكي بالعكس ما قالوا للدول العربية بما فيها تركيا يعني كانوا قالوا لتركيا حليفهم بناته بالعكس زادوا الضغوط على تركيا وزادوا الضغوط على السعودية وعلى الإمارات وعلى مصر وعلى آخرين هن عم يمارسوا الضغوط عليهم بسبب ملفاتهم السيئة في حقوق الإنسان القرار الأمريكي بالنسبة لسوريا لم يكن في يوم من الأيام أمريكي لا لسوريا ولا لردنان لا لردن ولا مصر هاي لازم تكوني فهمانت يا منيح 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 يعني أنا زيما كنت موظفي مثلا وزارة الخارجية لازم تفهمي أن وزير خارجية بما يخص دول الطوق بياخد تعليمات وتوجيهات ليس من البيت الأبيض ولكن من اللوبي الإسرائيلي بواشنطن أو من السفارة الأمريكية بالقدس اللي هي بتتلقى مباشرة على اتصال دائم مع شخص رئيس الوزراء وبالي قرار الأمريكي فيما يخص سوريا هو قرار إسرائيل بالأساس يعني أمريكا ما أعطي هذا الحق أن يكون لإسرائيل الكلمة الأولى والأخيرة في أي قرار أمريكي يخص ولد هاي دي يعني كمان نقطة عبرتي عنها أنت أنه ما في إدارة لا فيه طالما الإسرائيلي هن صاحبين قرار فنحطوا مسؤول ولما حطوا مسؤول كلها تفاصيل ليست زاد قيمة وزير الخارجي عم يطلع ويصرح بالشكل المطلوب منه ومثل ما بينطلب منه بيساوي وما في سياسة خاصة بوزير الخارجي الأمريكي في يوم من الأيام منذ عام 1967 إلى اليوم قرار الأمريكي فيما يخص دول الطوق هو قرار إسرائيلي كاملا ما عمقول قرار أوروبي يعني أوروبي لحد كبير يعني أما القرار الأمريكي قطع ويقول قرار أوروبي بيلحق بالحال أمريكي فإذن اللي عمقوله أنا إنه المفارقات العجيبة العططة يعني إنه إجي الطيارات 35 شو يعني طيارات 35 شو بتشكل يعني جاب الطيارات 35 لح تقصف النظام معقول الطيارات العسكرية اللي عم تجي تجي تجيب مساعدات مالية تجي تساعدنا وتقصف ستشتبق مع روسيا يعني مثلا مع الطيران الروسي يعني إذا أخدت الإمارات طيران 35 مشان شو لح تضرب إيران أبدا قطعا هي مجرد صفقة مالية لح تنكب هي الطيارات بكرة بيجي يعني بيعتبروا أدنى إنه عم يشغلوا شركاتهم هلا الإماراتي بخوف إيران شوي نو أنا عندي طيارات بقصف بس يعني وقت اللي إيران بدت تحتل الإمارات ما لح تجي يقبل الطريقة يعني تخربها من الداخل يعني وبالتالي هي أكبر وأذكر من إنه تفوت وحب مواجهة والله طيران ومدرشو كذا وإلى آخر يا أصلا يعني ما بتلقلوشي ما بتلقلوشي يعني أنا ما عم بفهم أبدا أبدا أنه يعني أنه يعني تركت الملفات للدول العربية وتقررت تدعمها ليه ليش يعني تركت للملفات وقررت تدعمها ليش بالأول وين كانت الملفات مع زمان أوباما ما كانت الملفات بيدها للدول العربية وأمريكا ما تدخل ولا عملت شيء ولا بالعكس وقت الضرب كيماوي وقالوا خط أحمر نسحب وبطر وليش نسحب وبطر هذا بيقول مدري شو هذا بيقول من شان الاتفاقية النووية استخملوا ورق الضغط بالاتفاقية النووية وحصلوا منها للدنيا تقول لي هي من سحبة من زمان مش جديد مش جديد واللي مراهن أن أمريكا رح تجي تسقط نظام وتعملنا ديمقراطية كمان مو صحيح كمان مو صحيح فشو متوقعين أنتوا من دار أمريكي يعني شو طالبين منها معلي شي نحنا شو طالبين منها نحنا طالبين منها فقط أن تضغط دبلوماسيا وسياسيا من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم قضية حقوق الإنسان والحريات مثل سياستها السابقة ضد الاتحاد السوفيتي ضد المدري شو نفس السياسات الأديمة المعلنة الأمريكية التقليدية نحنا ما نطلب منها أكثر من هذا عم نطلب منها أن تضغط على هذه الدول التي تنتهك القانون الدولي بس تتحمل مسؤولياتها القانونية كدولة عظمة مسؤولة في الأمم المتحدة وبمجلس الأمم أكثر من هيك ما طلبنا من أمريكا نحنا ولا نحن نطلب ولا قلنا لأ في يوم من الأيام بعملي غيريك يعني فلا يجوز أصلا المراهنة على أمريكا أن هي تجي تغيرنا ولا يجوز أيضا المراهنة على الدول العربية أن تساعدنا للدول العربية متحالفة ضد الشعوب هذه حقيقة مفروض الأخت ما راح تكون يعني وصلت له بطريقة أو أخرى إلا إذا بقى بدأت جامل يعني تضحك على الدول العربية أو تاخد بعقلهم مثل بتاكل بعقلهم حلاوة مثل يقولوا يعني يعني للأسف الشديد ما بيتاكل بعقلهم حلاوة لا السيسي ولا الإمارات ولا السعودية قطعا عرفانين شو بدهم وعمش تغلوا راحين لعند إيران ولعند الروسي ولعند النظام وعم يضغطوا لإعادة الجامعة العربية إعادة نظام الأسد وعم يقلعوا المعارضة وما بدهم حتى المعارضة اللي بعتونا إياها وحطونا إياها بهيئات التفاوض كل جماعة علي مملوك يعني معروفين فقطعا أنا غير موافق على أنه نحن نحط بيضاتنا بسلة الدول العربية لأنه لحا نقع وقع جديدة أسوأ من الوقع الأولى ولا بيسأل التركيين أن تبقواها لأن التراف نفس الشيء لا يختلفوا على الإطلاق لا تختلف السعودية عن وقطر وعن الإمارات وتركيا أبدا أبدا ما يختلفوا عن بعض النفس السياسية تجاه الثورة السورية تجاه المواطن السوري لا التركي أحسن يعني كان يقبلوا الناس يقبلوا اللاجئين يقبلوا كذا أحسن بكثير يعني موضوع الإنساني أحسن بكثير أتراك ما قدموه الأتراك يعني لا يقارن لا يقارن على الإطلاق بما قدموه السعودية والإمارات اللي مقدموا شي عمليا حتى الإغاثة يتعطوها للفاسدين ودعموا الفساد ودعموا جابوا مخابرات النظام ودول عندهم منصة للنظام ودول عندهم منصة يعني لحلفاء إيران نفس الشي تقريبا تقريبا نفس الشي ما تغيرش كثير يعني والتالي الشعب السوري ليس له صديق هذه نقطة لازم نفهمها نحن تماما ونحن وقتل عم نهندس حلول وعم نطلب من الدول عم نطلب حلول على أساس ما في توافق دولي نحن بدنا القانون الدولي تطبق أو هيستمر الفوضى والخراب وتستمر الأزمة نحن عم نلعب هذا اللي عم نلعب وأما نحن للأسف إذا الأمريكي ما تحرك قضيتنا خسرت لا مو صحي مو صحيح يعني أنا براهن على الدور الأمريكي ودي استخدم ضغط الأمريكي لوازن ضغط الروسي لكن مفتاح أمريكا مش مي مش بأمريكا مفتاح أمريكا بالقدس يا حبيباتي بده أمريكا بيحرك وبده أوروبا وبده أمريكا وبده كذا بده يتفاهم مع هدولي اللي عم يضربوا اليوم الفلسطيني طبعا لح نحكي عن الفلسطينية مرة تانية نحكي أكتر وأكتر وأكتر يعني مش راح يكون كيف عم تندار القضية وكيف ممكن نحن ناخد موقف مما يجري دون أن ندعس مثل ما يقولوا على الألغام الموجودة فيها قضية ملغمة كتير ظاهرها شيء وباطنها شيء وأنت قد تأخذ موقف قد تظلم ناس مدنيين بريئين يعني ناس معترين أصحاب قضية وكبان بنفس الوقت قد تكون تخون قضيتك يعني للأسف يعني للأسف يعني نوضع معقد بالشرط الأوسط لكن ليست ليست بالطريقة التي شرحتها الأخت مرح يعني في كل الأحوال ستمتهي هذه الحرب بأيام يعني قليلة بأسرع وقت لأن الحرب مؤسفة وليس فيها منتصر سوى الإرامي ولا تحقق أي نتائج سياسية فقط عن طويلة الناس من دون سمن سياسي حقوقه واتجاه نحن وقف الحرب بأي طريقة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله يعني بشكر أخوي عم بحكيم أنا معبدي يعني أنا ما عم جرح ولا شيء بس أنا هاي السياسي هاي الطريقة بالتفكير قطعا أنا لا أوافق عليها لا أوافق عليها وما العلاقة بالسياسي يعني هاي ما العلاقة بالسياسي هذا كلام بك وصحفي وكذا بك وآخرية إما إنسان عارف كيف تفاصيل الأمور تفاصيل القرارات كيف تطلع وكيف تتصمم وكيف الآخرية هي بأعتقد أبدا أبدا لم تجانب الحقيقة لم تجانب الحقيقة ولم تقترب منها حتى مع التحيي لجميع إذبا